حكينا هالأسبوع مع يوبيسا في الشرق الأوسط عن أكبر التغييرات اللي جاي للاعبة Assassin's Creed Origins وكيف تختلف عن كل اللعبة اللي سبقتها بالسلسلة فيكم نشوفوا الفيديو الكامل بالرابط بالأسفل لكن بالأول تعرفوا شو خيام بلد حارة الأسبوع من IGN ويكي فيكس صحيح نطرنا شيء عشر سنين قعبانا ما كانت نزلت Final Fantasy XV بل شركة Square Enix عم بتكافي إصبرنا بشكل كثير كبير كان في أعلانات كثير مهمة من Square Enix عن لعبة Final Fantasy XV هالأسبوع أولا أنه حتصدر على البيسي العام القادم وحتتضمن تعديلات حلوة كثير مثل دعم لدقة 4K و 8K وتعديلات للرسومات ودعم للمودز العلانة الثانية أنه حتتوفر اللعبة كمان على الهواتف الذكية بنسخة Pocket Edition على أجهزة iOS و Android بتسرد نفس القصة مع رسومات لطيفة حتصدر اللعبة عبر عشر حلقات أولا بتصدر مجانا بخريفها العام وتضمن طريقة لعب مع الدليل لتناسب التوتسكين كمان لمح المخرجها جيمي تباطى أنه معقول تصدر اللعب إلى جهزة Nintendo Switch بالمستقبل يعني مبدئيا سكوير اينكس عم بحاول يوصل اللعبة لأكبر عدد من اللعبين وهذا الجهة كيف حالو منهم برافا سكوير اينكس إذا لم تصح لكم الفرصة لتلعبوا الديمو للعبة PES 2018 الشهر الماضي أو إذا لعبتوا بس بعدكم مزهقتوا وبتكن تلعبوا أكتر كونامي في عند الحل لقالكم عنايت كونامي عن توفر ديمو تاني لـ PES 2018 سيجري ابتداء من 30 أبصة سجارة ويشمل مجموعة من أشهر الفرقة الأوروبية مثل برشلونة ودورتموند وليفر بول كما أنه علنت الشركة من خلال عرض دعاء جديدة عن مزايا الطلب المسبق يلي بتتضمن الحصول على يوزين بولت ودايفيد باكم ستصدر PES 2018 بـ 12 سبتمبر بأوروبا و 14 سبتمبر بأمريكا الشمالية على أجهة الجيل الأديم والحالة والـ PC ولما أحبي Battlefield Online EA هالأسبوع عن إصدارات جديدة للاعبة Battlefield 1 أول إصدار هو توسيع بتتضمن طور لعب تنفس جديد بعنوان إنكورجنز بدعم مباريات خمسة ضد خمسة وبيوفر أسلوب جديد لطريقة اللعب ومركبات جديدة فيكم تسوقها وكل فريق بيكون في عنده مركبة تاني إصدار هو نسخة جديدة للعبة باسم Battlefield 1 Revolution بتتضمن اللعبة الأصلية و Premium Pass بسعر 60 دولار بحب ذكركم أن المحتوى الإضافة The Name of the Tsar سيصدر بسبتمبر Turning Tides بديسمبر وأبوكليبس بأول عام 2018 وبالحديث عن ألعب التصويب على تيوبي صوفت أن لعبة ترينبو سيكسيت ستتوفر مجاناً ويعطلة نهايتها الأسبوع ستتوفر اللعبة على PC, PlayStation 4 و Xbox One من 24 إلى 27 أغسطس وإذا حبيتوها وقررتوا تشتروها سيكون في علاية خصم 50% ليوم 3 سبتمبر وبينتقل كل تقدمكم للنسخة الكاملة وابتداءاً من 29 أغسطس ستتوفر محتويات Operation Blood Orchid يلي تضيف 3 عملاء جديد وخريطة مدينة ملاهة مهجورة فيكم تتابع الكشف الكامل ضمن نهية Pro League عبر بث مباشر سيحصل بـ 26 أغسطس فيكم تشوفوه بالرابط بالأسفل وبالحديث عن يوبي صوفت أعلن الشركة عن تاريخ إصدار لعبة The Crew 2 يلي سيكون بـ 16 مارس على PC, PlayStation 4 or Xbox One The Crew 2 تتميز بأعالم مفتوح فريد من نوعه وإذا طلبتوها مصبعاً ستقدروا تبلشوا لعب قبل بـ 30 أيام من إصدار الرسمي هذا كان كل شيء هذا الأسبوع كانت هاي أهم الأخبار اللي بردت وقت معكم للجسر تذكروا أنكم تحضروا IDN Make me fix كل خميس على الموقع أو على يوتيوب وبشوفكم الأسبوع الجاي